وينضم إلينا من الخان الأحمر بالقدس المحتلة رائد الشريف مراسل الغد رائد قبل الحديث عن ما يدور في الخان الأحمر هناك أنباء عن اقتحامات في الخليل هل من تفاصيل لديك؟ نعم منفذ عملية الطعن التي أدت إلى مقتل أحد المستوطنين اليوم شمال مدينة الخليل أو حتى إلى الجنوب من مدينة بيت الأحم عند مجمع مستوطنات غوش عطسيون هو من الخليل ويبلغ من العمر السبعة عشر عاما من مدينة يطا إلى الجنوب من مدينة الخليل تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المكان تم إغلاق بعض المداخل بالإضافة أيضا إلى جنود مشا ودوريات وجبات وأليات عسكرية دخلت إلى مدينة يطا قبل قليل أبلغنا أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن أربعة من عائلة جبارين وهم بالمناسبة طبعا تم استدعاؤهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي المستوطن الذي قتل اليوم في عملية الطعن هو طبعا أريبولد ومعروف من المتطرفين الذين يعملون بشكل دائم خاصة على المستوى الدولي لطبعا تحسين صورة إسرائيل وكذلك يمارس عدة نشاطات في الخليل وفي بيت الأحم بنيمين تنياهو وأعلى المستويات رئيس الحكومة الإسرائيلية زار مستوطنة أفرات التي يسكن فيها هذا المستوطن وقال سنرد بقوة على منفذي عملية الطعن بالمصادفة قبل حوالي نصف ساعة من تنفيذ عملية الطعن كان المستوطن نفسه كتب على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي يحذر من تخفيف عقوبة حكم منفذي عمليات الطعن وبعدها مباشرة وقعت العملية مما أدى إلى مقتله في نابلس وتحديدا شمال الضفة الغربية في دير شرف غرب مدينة نابلس اعتدى مستوطنون متطرفون على سيارات المواطنين الفلسطينيين وفي بعض القرى الفلسطينية في الضفة الغربية هناك اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين ردا على عملية اليوم أما الوضع في الخان الأحمر ما زال المئات من المواطنين الفلسطينيين يأمون خيمة الاعتصام والتضامن في هذه المنطقة تحسبا لدخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لهدم تجمع الخان الأحمر بعد انتهاء المهلة والمدة الزمنية التي أعطتها المحكمة العليا الإسرائيلية هناك طبعا تكهنات وتوقعات ربما ستكون بعد أيام أو حتى مع نهاية هذا الشهر لكن لا أحد يعرف فينا حتى هذه اللحظة متى ستدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة وتهاجم المساندين والمواطنين والمعتصمين والمتضامنين الأجانب الذين جاءوا هنا لحماية هذه المنطقة ولتثبيتها وكذلك الكل يعلم أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية مملوكة وفيها أوراق ثبوتية لأهل بلدة عنات شرق مدينة القدس المحتلة ونحن في حالة الترقب ونتابع على مدار الساعة حيث طاقم قناة الغد الذي يتواجد على مدار 24 ساعة في هذا المكان لمتابعة ما سيجري في الخان الأحمر أحمد شكرا رائد الشريف مرئيسي الغد من الخان الأحمر موسيقى موسيقى موسيقى